هاتوا نعمل كده عندي هنا ألوان طعام عندي أزرق وعندي بينك تيجوا نعمل البينك؟ رأيكم واحد منهم اختاروا يا كنترول أقولكم حاجة أنا هختار البينك لأنه إحنا في شهر أكتوبر وهو شهر مين يعرف شهر إيه كنترول؟ التوعية بسرطان الثادي فاللون ده بيبقى دايما مستخدم طول شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثادي ويعني إيه توعية؟ يعني نفكر كل الستات اللي تفرجوا علينا نعمل دايما كل سنتين حسب ما يقولون الدكتور نروح نكشف نتأكد إنه إحنا صحتنا بخير عشان الكشف المبكر هو أهم حاجة يعني هو الفيصل في العلاج هنحط حليب على السكر زي ما عملنا بالأيسينج الثاني ونقلبه إحنا لسه عندنا فاصل صح؟ حلو قوي هنقلب ده إذا لما نرجع عمل فاصل هنستخدم التفاح على العجينة ليه تفتكروا يا كنترول؟ هنستنى إيه؟ شوف شطرتكم خليط التفاح؟ لا خليط التفاح سخنة إحنا بنحط خليط سخنة على العجينة هيحصل لها إيه؟ هتفرط مننا هتسيح فهستنها يبرد شوية ونعمل الايسينج اللذيذة هنحط نقطة من الأحمر هتو أفتحه بس تديب نقطة عشان ناخد اللون البينك الفاتح ونشوف بس شايفين نقطة واحدة كافية تحولوا لللون البينك نقلبهم خلاص كده عملنا شايفين الايسينج وبدأ تعرفته على الطريقة اللي عند محلات الدونتس الأخضر والأحمر والأزرق والألوان دي كلها بكل بساطة هناخد الدونتس المخبوزة بالفرن احنا حطينا الدونتس في ساعتنا بالفرن لا احنا حطها بالفاصل هغطسها كده بكل بساطة بصوا لونها وحلوته بصوا قد ايه بسيطة كيوت صح تيجوا نغطسها هنا دول بردو بنشتريهم من محلات الحلويات ايه رأيكم how cute is this يعني baked donut bites تاني اهو ولدكم يساعدوكم وكله من نفس العجينة اهو بنحطها هنا ومننزلها هنا تاني نغطسها control ايه رأيكم نطلع فاصل واشتري وقت من السيجمال ده للفقرة الجاية مافيش وقت مش حدوني ولا دقيقة طيب اصلا